السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل مع بعض مسائل على تأثير هول سؤال 56 بيقول لي مر تيار 10 مايكرو أمبير يعني آدي الآي تساوي 10 ضرب 10 أس سالب 6 أمبير في صفيحة طلها L يساوي 1 مليمتر يعني 1 في 10 أس سالب 3 متر وعرضها W يساوي 0.3 في 10 أس سالب 3 متر وسمكها H يساوي 10 نانو متر يعني في 10 أس سالب 9 متر في مجال مغناطيسي متعامد على اللوح يعني 1D تساوي 1 تسلا ينتج جهدا كهربائيا مقداره دوت دلتا V H فرق جهد هول يساوي 0.6 8 صفر فعشر أس سالب 3 عشان ملي نحوله بعرض الصفيحة ما كثافة الإلكترونات عايز كثافة الإلكترونات N تمام نحاول نفتكر كده مع بعض القانون 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 كان بيقول لي إيه إن دلتا V هول يساوي I B على H على H تمام نراجع مع بعض دلتا V هول ده فرق جهد هول I شدة التيار بشدة المجال المغناطيسي H سمك الصفيحة E 1 6 من عشر فعشر أس سالب 19 N كثافة الإلكترونات نعمل إعادة ترتيب يبقى N بتساوي I B تقسيم دلتا V H مضروبة في A في السمك مضروبة في A وتعويض مباشر ما فياش أي حاجة خالص خلي بالك من الأرقام وانت بتعوض ما تنساش حاجة هيساوي شدة التيار عشرة ضرب عشرة أس سالب ستة بعد كده ال B واحد دلتا V هول زيرو بوينت ستة تمانية فعشرة أس سالب تلاتة مضروبة في السمك اللي هو كام السمك اللي هو عشرة ضرب عشرة أس سالب تسعة في الشحنة الأساسية واحد وستة من عشرة فعشرة أس سالب تسعتاشر يبقى كده انه بتساوي ايه تسعة بوينت تسعتاشر ضرب عشرة أس أربعة وعشرين إلكترون لكل متر تكعيب سؤال سبعة وخمسين سؤال سبعة وخمسين بيقول لي صفيحة كما في شكل سمكها مدين الـ تساوي واحد ونص مايكرو يعني عشرة أس سالب ستة متر يمر فيها تيار ايه بتساوي اتناشر بوينت تلاتة ميلي أمبير يعني نضرب في عشرة أس سالب تلاتة عشان نحول لأمبير ويصل جهد هول اللي هو دلتا في هول يساوي سالب عشرين بوينت واحد ميلي فولت يعني في عشرة أس سالب تلاتة خلي بالك كده ما تنساش المعلومة اللي هنقولها دي على السريع لما يديني فرق الجهد دي سالب انت بتعاوض بالموجب في القانون بس سالب دي فقط لغير عشان يقول لي اني ناقلات الشحنة هي الفجوات ناقلات الشحنة هي الفجوات الفجوات دي بمثابة الشحنة الموجبة بمثابة الشحنة الموجبة بيقول لي عندما يؤثر عندما يؤثر مجال مغناطيسي مقدار ومدين البي بتساوي صفر بوينت تسعة تسلة عموديا على التيار المتدفق أوكي ما ناقلات الشحنة احنا لسه إلنا هذا الوقت حالا في سياق كلامنا يعني اجابة السؤال اي ما ناقلات الشحنة نقول له الفجوات الموجبة وليست ال électرنات السالبة تفهمنا كذا ليه لأنه ودينه فرق الجهد بالسالبة يبقى شغل هو اطفق على قدار والصلة على كذا أنه لما يدي لك المسألة فرق الجهد بالموجبة بتعتبر ان ناقلات الشحنة هي الالكترونات لما يديني فرق الجهد بالسالبة بتعتبر ان الفجوات أو الشحنات المجابة هي ناقلات الشحنة وارجع تاني لدرس بتاعي بتاع تأثيره السؤال بيه يقولي احسب كثافة ناقلات الشحنة في الطبقة الرقيقة يعني عايز الان احنا لسه في المسألة اللي فاتت على طول كتبين ان الان تساوي اي بي على دلتا في هول مضروبة في مين مضروبة في مضروبة في الايه اللي هي السمك واحد ستة من عشرة في عشرة قس سالب تسعتاشر كل الحاجات من دهالك هتقدر تعوض بكل الاريحية تمام يبقى ادي انها تساوي اي باتناشر تلاتة ضرب عشرة قس سالب تلاتة البي زيرو بوينت تسعة فرق جود هول بكام ما تعودش بالسالب بقى خلاص عشرين بوينت واحد ضرب عشرة قس سالب تلاتة كما هو مدهالنا بسالب ليه بس عشان يقول لك يعني ان النقلات الشحنة هي الفجوات الموجبة مضروبة في الاتش واحد بوينت خمسة ضرب عشرة قس سالب ستة مضروبة في الشحنة الاساسية اللي هي ايه يعني واحد وستة من عشرة في عشرة قس سالب تسعتاشر كل ده بالالة الجميلة بتاعتك يطلع لك اتنين بوينت اتنين تسعة خمسة ضرب عشرة قس سربعة وعشرين الكترون لكل متر تكيب يبقى ده كده سؤال سبعة وخمسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته